ونتابع مع حضرتكم الافتتاحات واحتفال مصر بعيد العمال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولا اهتماما كبيرا بملف الأيد العاملة من خلال استراتيجية شاملة بتستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم الدولة المصرية نجحت في سنة تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة في تحسين أحوال العمال والموظفين وأصحاب المعاشات الأمر الذي انعكس بالإجاب وبقوة على عمليات التنمية المتسارعة في كل ربوع الوطن منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاياته الرئاسية الأولى فالثامن من يونيو 2014 أولا اهتماما كبيرا بملف الأيد العاملة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم حيث أطلق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل في مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسي التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بين هذه التشريعات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 والذي كفل للعملين حقوقا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر إضافة إلى الترقيات والمشاركة في الإدارة وإعطاء المرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية كذلك يأتي قانون حق التنظيم النقبي رقم 213 لعام 2017 في مقدمة هذه التشريعات حيث تم تعديل بعض أحكام قانون المنظمة النقبية العمالية وحماية حق التنظيم النقبي الصادري بالقانون رقم 142 لعام 2019 إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها إلى ذلك تم إصدار قانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم ومؤخرا وفق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب حيث أن مشروع القانون يعالج القصور الواردة بقانون العمل الحالي وهكذا نجحت الدولة من خلال سن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة في تحسين أحوال العمال والموظفين وأصحاب المعاشات الأمر الذي انعكس بالإيجابي وبقوة على عمليات التنمية المتسارعة في كل ربوع الوطن ترجمة نانسي قنقر